بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أصعد الله أوقاتكم لكل خير طلاب الصف السابع وكل عام وأنتم بخير اليوم درسنا حديث نبوي عن الاقتصاد في الماء طبعا الحديث حفظ وتسميع خلال الأسبوع القادم آخر موعد له يوم الأثنين نقرأ الحديث معا عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد فقال أفي الوضوء سرف فقال نعم وإن كنت على نهر جار مرة أخرى عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد قال أفي الوضوء سرف قال نعم وإن كنت على نهر جار رواهو أحمد طبعا ننتبه مش بنحكي سرف سرف نحط الفتحة على الصين وننتبه الشغلة تانية أنه حرف أنه كلمة عمر الموجودة في عبد الله بن عمر الواو تكتب ولا تلفظ ما منحكي عمرو ما منسمي هذا الشخص اسمه عمرو بل هي عمر هذا من الأخطاء الشائعة اللي بيحكوها الطلاب طبعا بسرنا تسميكم على الفيديو خلال الفيديو على الخاص ما هو السرف هو تجاوز الحد في استعمال الماء أو في الانفاق بغض نظر في استعمال الماء أو في الانفاق يعني في المال والإسراف هو المصدر السرف هو المصدر والإسراف هو الاسم من هو الراوي عبد الله بن عمر بن العاس هو صحابي جليل رضي الله عنه وعن والده لما نحكي رضي الله عنهما يقصد في عنهما أنه هو وأبوه كانوا من المسلمين كان من أكثر الصحابة رواية وكتابة نحط دائرة على كتابة تمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان عالما زاهدا توفي في 65 للهجرة إذن عبد الله بن عمر بن العاس طيب إحنا الحديث يتحدث عن الاقتصاد في الماء خاصة عنا هلأ شهر رمضان بصير خاصة الصيام يا سلام بصير كل شوية الواحد يروح يتوضع عشان يتمضمض طبعا بنا ننتبه على هاي النقطة إنه التمضمض الزائد عن الحاجة بدنا نحكي إنه هو يدخلك في المحظور بس إيش يعني بدك تنتبه في ناس كل ما ينشف ريهم بروحوا يتمضمض وهذا خطأ الماء نعمة من الله عز وجل على الإنسان ليش على الإنسان لحاله بل كمان على الحيوانات والنباتات وهو سبب حياة كل ما في الأرض وجعلنا من الماء كل شيء حي لو شفنا حتى تركيبة الأرض نفسها في الأرض نفسها يعني 75% من الأرض هي ماء الباقي حجارة ونباتات وقد نبه الله عز وجل إلى ضرورة شكر الإنسان على هاي النعم وقال إيش أرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون المزن يعني أشياء المزن السحاب ولو نشاء ولا جعلناه أجاجا فلولا تشكرون وشكر النعمة كيف يكون شكر النعمة شكر الماء يقوم بالمحافظة عليها وعدم تضييرها ولا تقتصر أهمية الماء في الحياة على استخداماتنا إحنا منستخدمها في الشراب في الحمام في الجلي ما بتقتصر هاي الأمور فكمان إحنا زي ما بنتوضى والوضوء هو شرط أساسي في صحة الصلاة الصلاة اللي هي رقن الأساسي حسب عليه العبد يوم القيامة ومع أهمية هذا الوضوء إلا أنه النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أنه خلال وضوءنا ما نسرف في الوضوء لذلك نها عن هذر الماء ولو كان على نهر جاري ولا تصرف إن الله إنه لا يحب المصرفين هاي آية في سورة الآرف قد مرى النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فرأاه يتوضع ويسرف في الماء فأرشده إلى عدم الإسراف هنا بنكتب عليها سبب الحديث فأرشده إلى عدم الإسراف فيه وأمره بالاقتصاد في استعماله حتى في العبادة وإن كانت المياه متوفرة وكثيرة وهذا إن دل فيدل على أهمية المحافظة على الماء الذي هو أساس الحياة شو القيام؟ أشكر الله عز وجل على النعم اللي إحنا حوالينا أهمها نعمة الماء في كثير نعم إحنا متعودين عليها لكن لا نشكر الله عز وجل عليها لكن سيدنا محمد حكى لنا وبالشكري وبالشكري تدوم النعم أشكر الله على المسكن أشكر الله على أنه هلأ إحنا برمضان إحنا أدرين نجيب أكل يوميا أدرين نوكل أدرين نكون في عنا حلو أدرين نسكن في بيت يحمينا من الحر ومن العطش فكل هاي الأمور أشكر الله عز وجل على نعمة التي لا تعد ولا تحصى وحافظ على هاي النعم ولا أسرف في استخدامها وشو كمان؟ حتى لو كنت أنت بتتوضى وبتعمل أعمال صالحة هذا لا يعني أنك أنت تصرف في الاستخدام هنا الحديث عليه أسئلته ما المقصود بالإسراف والدلالة حلوا الأسئلة يا سابع وبعتوا لي إياها على الخاص معكم من اليوم وحتى الأثنين القادم لتسميع الحديث بسنا منكم مشاركاتكم الفاعلة على تحديات رمضان رح يكون مع نهاية الأسبوع الأول من رمضان تكريم الطلبة لأوائل اللي جمعوا أكثر نقاط ممكنة في التحدي هيك بكون انتهى الدرس بس أشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله